اهلا بكم من جديد الفلسطينية في الداكرة الجمعية وينضم إلينا عبر سكايب من حيفا ربيع عيد مدير مهرجان المدينة للثقافة والفنون أهلا بك ربيع معنا مبروك افتتاح هذه النسخة من المهرجان كما قرأت في المقدمة ثمت فعاليات تقام افتراضيا وفعاليات أخرى تقام كالعادة كيف اخترتم الفعاليات التي ستقام افتراضيا أهلا بك وبجميع المشاهدين هذا العام مهرجان المدينة للثقافة والفنون يقام في ظل جائحة كورونا لذلك قمنا بملاءمة الفعاليات لتكون فعاليات رقمية عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي وأطلقنا موقعا خاصا أيضا لفعاليات المهرجان التي تتنوع بحقولها وفعالياتها هناك فقط سيكون أيام تطوعية في المدن الثلاث حيفا وعكا ويافا بين مجموعات طلبية وحركات شبابية لقيام بأعمال صيانة وترميم في هذه المدن وذلك الفعاليات الثقافية الافتراضية أيضا تتيح عدد أكبر من المهتمين بالشأن الثقافي تكون مفتوحة على جمهور أعرض صحيح؟ صحيح هو من إيجابيات إقامة المهرجان بشكل افتراضي أو رقمي أنه يتيح لجمهور أوسع للمشاهدة وليس فقط داخل الفلسطين إنما في كل فلسطين وأيضا أنحاء العالم والعالم العربي وهذه أيضا فرصة للفلسطينيين اللاجئين من أصول عكا وحيفا ويافا للمشاركة أيضا في هذه الفعاليات ومشاهدة أعمال المهرجان نعم ربيع كثيرون متشوقون لمعرفة ما إذا كان فيروس كورونا قد أثر طبعا أثر على حياتنا بشكل مؤكد لكن هل أثر على طريقة الإنتاج على نوع الإنتاج على موضوعات الإنتاج إن كان الثقافي أو غيره فهل كان في موضوعات في مهرجانكم متعلقة بهذه الجائحة؟ يعني لا شك أن جائحة كورونا أثرت على العمل الثقافي كما أثرت على قطاعات أخرى لذلك قمنا بملاءمة إنتاج العروض بشكل أن تكون مناسبة أكثر للعالم الرقمي فلذلك قمنا بتصوير العروض مسبقا وتحضيرها لتبث على مدار أيام المهرجان انطلاقا من يوم غدا الخميس حتى الأربعاء المقبل لم نتخصص في موضوع الجائحة في هذا المهرجان إنما اخترنا مدن الساحل عكا حيفا ويافا لأن هذه المدن الثلاث تواجه منذ النقبة مخططات ممنهجة تهدف إلى طمس معالمها الفلسطينية وتزوير هويتها وتاريخها وثقافتها وتستهدف أيضا سكانها الفلسطينيين الأصلانيين فمن ذلك نرى سياسات التهويد والإفقار التي يعاني منها سكان الأحياء الفلسطينية في هذه المدن لذلك كان ضروري بالنسبة لنا في هذا المهرجان أيضا الإضاءة على قضايا الحياتية للناس وربطها بفعاليات ثقافية والاحتفاء بالثقافة الفلسطينية عموما نعم ربيع إذا نعيد مدير مهرجان المدينة للثقافة والفنون كنت معنا من حيفا شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك